موسيقى نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوين التأكيد على الارتقاء بدخل الفلاحة التونسي وتطوير الانتاجية والمردودية في افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والصيد البحري الانطلاق بداية من الغد في العمل بخدمة استخراج شهائد الملكية دون تقيد بالمرجع الترابية موسيقى وبعد الاخفاق في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحزاب تحمل بعضها البعض المسؤولية موسيقى تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم بمشاركة أكثر من 530 عارضا تم اليوم افتتاح النسخة الثالثة عشرة من الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية سيماب نسخة يريد منظمها أن تسهم في ترويج المنتجات التونسية وتطوير قطع الفلاحة أكثر من 530 عارضا من 36 بلدا يشاركون في فعالية النسخة الثالثة عشرة لصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية سيماب 17 و2000 رئيس الحكومة يوسف الشهد الذي افتتح فعالية السالون قال إن الحكومة قررت حزمة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي وإنها ماضية في تغيير منوال تنموي باتجاه الرفع من الإنتاج والإنتاجية في القطاع تونس بلاد فلاحية بامتياز وبالأساس وإجراءات عديدة إن شاء الله اليوم تمكن الفلاحة التونسية من تغيير منوال التنمية لنجح كما قلت في العديد من الأشياء اليوم المنوال هذائي ربما وصل الحد في مجالات أخرى فيجب التغيير في اتجاه الرفع من الإنتاج والإنتاجية ولكن أيضا الحفاظ على المورد الطبيعية الحفاظ على البنية التحتية الحفاظ على المورد المائية التونسية النسخة الثالثة عشرة للصالون الدولي للفلاحة ستمنح الفلاحة التونسي الالتقاء بخبراء جانب مستثمرين ويمضاء اتفاقيات تكوين وتعاون معهم بغيت تطوير الفلاحة التونسية كل منظومة الفلاحية موجودة في المعرضة هذه الآخر الابتكارات التكنولوجية موجودة في المعرضة هذه هذا دليل هذه الفلاحة نحبها العصرية الحديثة اللي منفتحة على أسواق أجنبية ولكن اللي تخلق القيمة المضافة أحنا معناها هذا اللي حابنا نسوق به التونس إلى أن رايب تونس فيها أرضية الاستثمار فيها لصفار فرق، فيها المعرفة وفيها برشة إمكانيات للتطور والتقدم في المجال الفلاحة الصالون الذي تخللت فعاليات افتتاحه عروض لفرق الخيالة بالجيش الوطني وفرق تلانية بالأمن الوطني يريد منظمه أن يسهم في ترويج المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية وعادة قطاع الفلاحة إلى خارطة الاستثمار الدولي ويتم في إطار هذه النسخة عرض العديد من الابتكارات العلمية لتوفير الغذاء لسكان الكرة الأرضية في هذا الريبرتاج نتعرف على بعض هذه الابتكارات هذا جناح المعدات الميكانيكية الفلاحية بقصر المعارض بالكرم وهذه أحد الابتكارات في مجال جني الزيتون هي بمثابة آلة حاصدة تمر على شجرة الزيتون فتجني ثمارها خلال بعض الدقائق فما ربح على مستوى الطاقة على مستوى الجودة على مستوى التكلفة على مستوى اليد العامل على مستوى الانتاج الموزع الماء المطمور هي التقنية توصل إليها المتخصصون في البحوث الفلاحية بمعهد الملاطق القاحلة بمدنين وتمكن من استهلك كمية ماء أقل بثلاث مرات من الكميات المستهلكة بتقنية الري قطر قطرة حسب قول مبتكري هذه التقنية تتعمل تحت الشجرة 50 سنتيمتر من سطح الأرض تعطي المياه جسل للعروق الشجرة تأخذ لحاجتها بهم الماء والباقي يبقى ريزيرفية تحتها الشحو في الموارد المائية دفع بالمخابر للبحث عن حلول من خلال ابتكار بذور زراعية في شتى القطاعات كالخضروات والغلالة لها قدر أكبر على مقاومة الجفاف اليوم عنا نقص الأمتار وعنا نقص في ساعات البرد المخابر متعنا تمكن والفريق التقنيمتنا في إيجاد حلول وخاصة أصناف تتأقلم على تغيرات المناخية وأصناف قابلة للتصدير قطاع الزيتون الذي يعتبر من بين أهم مقاومات الفلاحات التونسية يحظى باهتمام كبير على المستوى البحثي العلمي حسب ما لاحظنا في هذا الصالون مع التغيرات المناخية والندرة المياه هذه عين من التقنيات المستخدمة لتأمين الغذاء لسكان العالم سكان يعيش الملايين منهم الجوع والخصاصة وفق الأمم المتحدة طارق بالمعاول التلفزة الوطنية التونسية قصر المعارض بكرم نبقى مع الفلاح يتميز شط الرمان بأكودة بإنتاج هام ومذاقا استثنائي لهذا النوع من الغلال بالنظر إلى طبيعه البيولوجية هذا الانتاج يتعرض اليوم إلى العديد من الصعوبات تعود منطقة شط الرمان بأكودة ما بين أربعين إلى ثلاثين ألف شجرة رمان تعود غراستها إلى عشرات السنين حيث عمر الأجداد هنا وتركز نشاطهم على غراستي الزيتون والرمان الذي جنبه الأندلسيون حسب كتب التاريخ في مجرد من سبنيور في مجرد من مغرب في موجود الشطر من كل بقعها جات وفقلنا يريد أن الرمان يلقح بعضه الرمان أنواع فيه برشة أنواع ثم نوعاً قلو القلع السغيري ثم نوع العربي ثم نوعاً الجاري ثم نوعاً العمري ثم نوعاً ملع الشملي ثم نوعاً قلوناً بجمل القلب غليه أنواع كما تجدون برشة أنواع ولئن تميز الرمان بهذه المناطق بمذاقه المميز انطلاقا من صبغته البيولوجية ونكهته المحلية فإن صعوبات عديدة تحف بهذه الشجرة وتطرح مسألة استدامتها على نطاق واسع تم الصيف وقع فيه معناها كما نقول ونحن الكعبة تتكلم الترشق ولهذا معناها مستنسين نحن بالترشيق مع الرمان أما موش بالكيفية هذه تشفيه بالكل بالكل حتى اربعة مثل ماشي تم أكسوسة واللي تضرب في العرف من داخل ونرجع ورواها وحالي تهالهم بيداية ولي تهالهم وبوها وطاو نشوفه دوية تاو نشوفه دوية دوية وحدنا الدبوزة اللي كانت بـ 11 أو 10 ألف توصل لـ 50 ألف تعال انساك تسيد قبل كان يعطيه مش بالله راي شحب نقول لك ما تعب كبير برش خاصة من حشت النبهانة معدش وللتعطي حاجة قليلة برشا للفلاح تعم ان شاء الله منها ثم حصة إضافية بالنسبة لكمية المياه وهناك منها قروض على ذمتهم يوفرها للبنك التونسي للتضامن لشراء آلات الآلات هذه تمكنهم من تحليط المياه منها عندنا برنامج جهوي تعبيد بعض المسالك الفلاحية في كل من شط مريمو وشط الرمان تعمر شجرة الرمان حوالي خمسين سنة وتتحمل الجفاف وهي فاكهة مطهرة للدم ولمجاري التنفس زيادة على فوائدها الصحية والطبية المثبتة علميا ما يدعو إلى مزيد العناية بها من أجل رفع مردوديتها إلى موضوع آخر بمقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بي بن عروس أعطى وزير أملك الدولة والشؤون العقارية مبروكا كرشيد إشارة انطلاق العمل بخدمة تسلم شهادة الملكية العقارية إلكترونيا دون تقيود بالمنطقة الترابية وقد دشن كرشيد هذه الخدمة الجديدة بتقديم مطلب استخراج شهادة ملكية شخصية عن ولاية مدنين وقد تسلمها مباشرة من شباك الإدارة بي بن عروس هي أول شهادة في الملكية العقارية تسلموا دون تقيود بمرجع النظري إلى المنطقة الترابية خطوة ستساعد المواطن على سخرج الوثيقة في وقت وجيز وتجنب التنقل إلى مسافات طويلة فضل عن تلف تعقيدات الإدارية إنجاز كبير قامت به الإدارة العريقة لحمرها 130 عام وهذا أول شهادة تسلم بغض النظر على المرجع النظر الترابي يعني معاشي لازم تمشي لإدارتك اللي فيها العقارة متاعك بيش تستلم الشهادة تمشي لأقرب إدارة ليك تستلم منها شهادة الملكية متاعك قبل اللي كان مدير بن عروس ما عندوش الحقي صحة شهادة الملكية أنت عمدنين بدلنا القانون وغيرنا اللوايح الداخلية أنت عمدنين ومنحناها الإمكانية هذه بتفويض لمضاهم الحافظ حافظ الملكية العقارية جذو دير ولا ممكن له صاحب زميله في مدين يريقب مكونات الشهادة ويفاليدها إلكترونيا من غادي وهو الجهناء يجي يمضي يحط لاختامة ابن عروس والشهادة القانونية وسليمة تتقدم للمحاكم والغير المحاكم متقضي بزيرة أطلقتها إدارة ملكية العقارية بغاية تطوير جودة الخدمات المزاة للمواطن والاعتماد على إنهاء المعاملات الإدارية إلكترونيا بفضل تركيز إدارة فرعية رقمية عام 2018 نطمحون أنه نكون إدارة إلكترونية بأتم معنى الكلمة السيد القضاءات السيد المحامين السيد عدو اللي شهد بشوليو يطلعوا على الرسوم العقارية على مليون ونصف رسم عقاري من برويتهم معادش قاعة للتلاعات هذيك اللي كنتوا تتصوروا فيها معنا يمكن برشا بشوليو نغلقوها معادش تعني حد شي لخلاص بش يكون بالدينار الإلكتروني نعتبروه عمل هام برشا بش يفتح أفاق كبيرة لإدارة الملكية العقارية لتقدم الخدمات عن بعد وتفتح أفاق للإدارة التونسية بش نغلقوه الشباك الموحد الإلكتروني إجراء ينطلق العمل به غداً رسمياً في الإدارات الجهوية للملكية العقارية تمييداً لإرساء شباكة رقمية موحدة للإدارة التونسية لتجنب البيروقراطية الإدارية التقليدية مثلت العلاقة الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي محور لقاء رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي برئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تجاني وأبرز تجاني حرص البرلمان الأوروبي على تأكيد متانة العلاقات التونسية الأوروبية التي ترتقي إلى مستوى شراكة الاستراتيجية المتوازنة بين الجانبين وحرص الجانب الأوروبي على دعم التجربة الديمقراطية الرائدة في تونس وفقا لبلاغ صادر عن دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية كما نوه المسؤول الأوروبي بالدور المحوري والنزيه الذي تطلع به تونس في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية لمساعدتها على تحقيق التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا كانت لمحادثة مهمة مع رئيس الجمهورية تناولنا فيها العلاقات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي وقد تطرقنا إلى ثلاثة مواضيع أساسية وهي الإرهاب والهجرة والبطالة في صفوف الشباب في تونس وفي بلدان الاتحاد الأوروبي لدينا نفس الرؤى يجب علينا تشفيف منابع الإرهاب والعمل على ذلك سويا كما يجب تمتين التعاون ومراقبة الحدود وإيقاف العائدين من بؤر التوتر وينبغي منع مغادرتهم تونس والقيام بعمليات المراقبة سواء في مستوى تونس أو أوروبا أكد رئيس الحكومة يوسف شاد التزام تونس بمواصلة المفاوضات حول اتفاق تبادل الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال افتتاحي لفعاليات اللقاء المشرك بين تونس والاتحاد الأوروبي بمقر منظمة العرفة أكثر من 20 مليار دينار رقم معاملات تونس مع الاتحاد الأوروبي وأكثر من 70% من المبادرة التجارية هي مع بلدان الاتحاد الأوروبي أرقام تؤكد متنة العلاقة بين تونس وشريكها المميز علاقة يسعى الطرفان لتعزيزها بما يدعم الاستثمار والنمو يجب التفكير في مستقبل هذه العلاقة والعمل على تطويرها بما يخدم مصالح الجامعة وحضور اليوم يهدف لمزيد دعم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ويمكن أن يكون ذلك من خلال اتفاقيات مربحة للطرفين الاتحاد الأوروبي مستعد ليظل دائما إلى جانب تونس هذه الديمقراطية الناشئة وسيرفقها في مسارها الإصلاحية ولئن جدد الطرفين التزامهما بمتابعة المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق فقد دعت تونس إلى ضرورة انتهاج مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد التونسي مسألة التفاوض في المشروع التبادل المعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي احنا أكدنا على ضرورة التدريج وضرورة إرساء ظوابط لأن الاقتصاد التونسي ما هو في نفس درجة ربما من التعافي أو من التقدم الاقتصاديات أخرى فبالتالي طلبنا التدريج وطلبنا أن يكون هناك مسار كامل للتفاوض وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية التي ما زالت في تونس تتطلب حماية هذا وقد طالب تونسنا الجانب الأوروبي تفعيل الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى تنشيط الصادرات التونسية وتيسير نفاذ السلاع التونسية إلى السوق الأوروبي يسهلوننا النفاذ إلى السوق الأوروبي فيما خص مثلا الزيت الزيتون فيما خص المواد الغذائية فيما خص النسيج والملابس معناها ثم حاجات يسهلوننا باش ننظر للسوق الأوروبي تطوير الشرطة التونسية الأوروبية لتتلاءم مع ما حققت تونس على المستوى الديمقراطي من خلال النهوض بالتجارة والاستثمار ودعم جهود الحكومة التونسية في مجال الانتقال الاقتصادي في ردنا عن سؤال يتعلق بتهديد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالانسحاب من وثيقة قرطاج احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة المقبلة صرح رئيس الحكومة أن الاتحاد شريك استراتيجي وأساسي في وثيقة قرطاج وأن الحوار لا يزال متواصلا بشأن مشروع القانون وأن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلاتنا على الإصلاحات المقترحة إذا كانت تتمشى مع رؤية الحكومة نحن حكومة نختنوش بالتهديدات نحن مديني دينا الاتحاد الصناعة شريك استراتيجي وأساسي في وثيقة قرطاج الحكومة يدها ممدودة وهذا كنت صرحت به في الخطاب فبالتشاور بالتوافق مستعدين لكل نحن الحكومة قدمنا رؤية في مشروع قانون المالية تتضمن دفع الاقتصاد ولكن أيضا إصلاحات قلنا اليوم يجب أن ننطلق فيها الإصلاحات والناس كل تقولوا قايت على الإصلاحات فقدمنا رؤية اليوم القانون في البرلمان والحوار مازال مش معناه مازال متواصل والحكومة عندها كتل برلمانية تدعمها إذا ثم تحويرات قادرين عليهم معناه يدخلوا في إطار رؤية الحكومة فإحنا يدينا ممدودين ومنفرحين على كل النقاشات الممكنة وفي هذا الإطار تناقش لجنة المالية تخطيط مشروعي قانون المالية ومزالية الدولة للسنة المقبلة بحضور وزير المالية رضاء شلغوم اللاجلسة شهدت عدة انتقادات جوبها مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 بانتقادات النواب خلال مناقشته من قبل لجنة المالية والتخطيط وبحضور وزير المالية رضاء شلغوم حيث خصصت الفترة السباحية لمناقشة الميزانية والتوازنات المالية وفي الفترة المسائية للإجراءات والانتقادات شاملت بعض الإجراءات ومنها الترفيع في ميزانية الاستثمارات المخصصة للتنمية طلبت أنه رفعه بدرجة كبيرة في ميزانية الاستثمار قم بها الدولة مش نقول قموطن الشغل في الملطقة الداخلية هذه النقطة الأولى متعهد من عندنا يطلب مراجعته النقطة الثانية التي تعلق بمراجعة النظام التقديري والنظام من الجبائد على المؤسسات الصغرى المتوسطة والتكسيستية والعطارة والحوانيات غير ذلك ما نشوف اش تم ذرورة لمراجعة النظام هذية وانا في بيلي نحافظ على النظام الحالي خاصة أنه مازلنا كي بدينها في 2016 تثمين جزء إيجابي في المشروع يتمثل بالخصوص في تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي كما قلت أهم طريقة للتنمية والتشغيل وكذلك لتحقيق حركية في البلاد لكن في نفس الوقت قلت رغم أنه خصصنا برشة مال لهذا الموضوع رأوا النجم من حققوا حد شيء إذا كان موقعش القضاء أو عملا حملة على البيروقراطية هي إجراءات الوصفها رئيس لجهة المالية والتخطيط المنجر رحوي بالإجراءات الضغطة وتساءل عن تداعيتها على المقدرة الشرائية متعلق بالتوازنات رينا وأنه فما مفعول مفعول لمراجعة أسعار المواد الأساسية وسعر النفط والكهرباء والغاز ما يقابل تقريب 1260 مليون دينار وهذا عنده تداعيته على تدهور مقدرة الشرائية للمواطن وهذا عنده تداعيته على مستوى التضخم بشكل عام وكيف كيف رأينا أنه مجمل الإجراءات كلها إجراء الضغطة المتعلقة بالواحد بالمئة كمساهمة اجتماعية تضامنية هذا وما زالت أشغال لرجة المالية والتخطيط متواصلة والتي سيجيب خلالها وزير المالية عن مختلف التساؤلات التي توجه بها النواب انتظمت اليوم ندوة صحفية للإعلان عن الدورة السادسة لمؤتمر الاستثمار بعنوان تونس الجديدة رؤية اقتصادية جديدة وسيلتائم المؤتمر يومي التاسع والعاشر من نوفمبر المقبل بتونس وبحضور مسثمرين أجانب وممولي صناديق استثمار وهيئات تعنى بالاستثمار حضور عدد هام من المستثميرين والشركاء الاقتصاديين لتونس للإعلان عن عدة تعهدات مالية هامة من شأنها خلق مواطن شغل في جميع المجالات وجميع المناطق التونسية هي من بين الأهدف المطروحة خلال الندوة الصحفية لمؤتمر الاستثمار الذي سينعقد في التاسع والعاشر من نوفمبر القادم تحت عنوان تونس الجديدة رؤية اقتصادية جديدة نحن التركيز امتعنا في الاستثمارات عن قطاعات تقليدية والتي هي ناجحة في تونس جدا قطاع صناعة مكونات السيارات مكونات الطائرات لكن كذلك طوى التكنولوجيات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة معناها تسكية تيك هام جدا الفلاحة الاستثمارات في المجال الفلاحي على الطاولة وكذلك الاستثمارات في مجال الخدمات هذا وقد اعلن جلو العياد الرئيس الشرفي لمؤتمر الاستثمار انه سيتم عرض جملة من المسائل المتعلقة بمناخ الاستثمار على المستثميرين وفرص الاعمال في تونس والاقتصاد الرقمي كقطاع واعد لتنفيذها علاوة على تصليط الضوء على حوافز قانون الاستثمار الجديد والي يتجذب الاستثمارات الاجنبية الى تونس كثير من القوانين الجديدة مثلا اللي تهم التقع المتجدة والي تهم الشركة بين القطاع الخاص والقطاع العام PPP النبو كود دانفستيسمان هذا ما نعرف به والنصوص القانونية الجديدة اللي تهم الاستثمار المؤتمر الذي سيشهد مشاركة واسعة من قبل المستثميرين التقليديين وكذلك مستثميرين من الصين من شأنه ان يساهم في تدعيم الثقة وتوفير فرص جديدة للشركة والمبادرات الخاصة والتنمية الجهوية في تونس غياب التوافق حول انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مناسبتين دفع الاحزاب السياسية الى تحميل بعضها البعض مسؤولية هذا الاخفاق لنجدها غداة الجلسة العامة الانتخابية تدعو بعضها البعض الى الالتزام اكثر لتجاوز هذه الازمة التي قد تكون لها تدعيتها على الاستحقاق الانتخابي المقبل يتجه مجلس نواب الشعب نحو فتح باب الترشح من جديد لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد ان اخفقت الجلسة العامة للمرة الثانية على التوالي في الحسم في هذه المسألة اخفاق الكل يحمل فيه المسئولية للكل مع نفي الجميع نية تعطيل اعمال الهيئة ومن ورائها تعطيل تنظيم الانتخابات القادمة نتائج ما هيش بتعتوافق كل واحد يرمي في اللوم على الشخص كل كتلة ترمي في اللوم على الكتلة الاخرى راهوا بالنسبة لينا ليزي راهي حق دستوري ونحن مذيبين هذي عملتنا ستريس وعطلة برشا خدمة راهوا في المجلس هناك احزاب ما حاجتهش بش الهيئة اليوم تشتغله وتكتمله وتبدأ تقول انتخابات بلدية التاريخ الفلاني والفلاني وقد يندرج هذا في اجندة لا تريد الانتخابات البلدية في 2018 تحبها بعد 2019 كنت شبهم مقتنع انه بشاق انتخاب رئيس البارح وقت اللي تشوف التعاليات هذية بطبيعة الحال من النجم يخدم كان مصلحة احد الطرفين او الطرفين معن الكبار الموجودين في الاقتلاف الحاكم اللي النهضة والنيداء الا صار وليقلق صراحة يعني 18 ورقة بيضاء ما معنى 18 ورقة بيضاء 18 ورقة بيضاء معنى انسان ما يحبش يكون فما رئيس هيئة وبالتالي ما يحبش يكون فما انتخابات اخفاق الاحزاب في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يطرح اكثر من سؤال حول مدى استقلالية هيئة بمثل هذه الاهمية محمول عليها الحياد المطلقة تضح بالمكشوف انه مش مستقلة الهيئات هذه ليست مستقلة هي هيئات مسيسة معناها والدليل على ذلك هو ما جاعد يحصل اليوم بالنسبة لي معاش هيئة مستقلة بكل صراح كل من عنده ميلي لشخص بمعنى انه الشخص ذاته يأنس فيه انه بش يخدم له خدمة وبش يقدم له خدمات دونك الاستنتاج الاول انه فعلا الهيئة هذه معناتش معناها مستقلة مش لهذا الحد معنتها هو ولكن اختيار رئيس معتها مش حاجة سهلة لانه بالحق هي معناتها من استقالة رئيس الهيئة معادة شفيق سرسار معاه زوز عضين والكلام معتها لي قالوا ديجا ولا معتها المشكلة بداية من وقتها وانه يجبنا نحطه افضل يمكن انسان كل واحدة بشيراه على رأس هذه الهيئة دعوة للصحوة والتعبيرة للنائب عن حركة النهضة عبدالتي في المكي للخروج من مأزق الحسم في رئيس هيئة الانتخابات مع تقديم بعض الاحزاب لمقترحات حلول صحوة قوية ووعي بخطورة ان نخليه ليزيه في هذا الوضع وكل من فيدوا حاجة يرميها من النواب يجب ان تحمل مسؤوليتنا اليوم في اقرب فرصة السيد رئيس مجلس النواب الشعب مدعو لي اجتماع برؤسية الكتل وكل الكتل الانيابية تتحمل مسؤوليتها ربما يكون يحضر النواب بكامل معناها مقعدهم يكون المجلس معناها كامل بكامل نواب ومتين وسبعت عشن ربما قد نصل الى انتخاب معناها مهما كانت الظروف ومهما كانت معناها الخلفية قد نصل الى انتخاب رئيس الهيئة نجم تتفاهم فيما بين بعضها وتعطينا مرشح برك ونحن نجم نزكيهما نحن نتحطه امام مطب نتعانو مثل ما حتى تحل عدا ان الهيئة تتلاشى وعدا ان نلقاو روحنا مجبرين لانجاز انتخابات تحت سلطة وزارة الداخلية ازمة انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات قد تحيل على ازمة اعمق وهي تأخير موحد اجراء الانتخابات البلدية وحديث في كواليس المجلس على ان هذه الفرضية اصبحت اقرم من ذي قبل لان تصبح واقعا افاد رئيس الهيئة الوطنية لمكفحة الفساد شوق طبيب في عقاب تسليمه التقرير السنوي للهيئة الى رئيس مجلسين وبشعب محمد الناصر افاد نهيئته تقدمت الى القضاء باربع وتسعين ملف فساد تم رصدها خلال سنة ست عشرة والفين شملت بالاساس شراءات والصفقات والانتدابات في الوظيفة العمومية اضف طبيب انه بحث مع محمد الناصر المسائل المتعلقة بالاصلاحات التشريعية بالاضافة الى تحديد جلسة عامة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكفحة الفساد دوليا في ليبيا لقيا ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بينهم نساء واطفال واصيب 17 اخرون في ضربات جوية على مدينة درن شرق البلاد وفق مصدر طبية وفيما رفض مسؤولون تعليق عن الضربات ذكر شهود عيان ان الهجمات استمرت لنحو ساعة في وقت متأخر من مساء امس واستهدفت حيا في جنوب درن ومنطقة شبلية تبعد نحو 20 كم عن المدينة وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة دعت حركة حماس كافة الفصائل الفلسطينية الى المضي قدما في تحقيق المصالح الوطنية ووقف التنسيق الامني مع قوات الاحتلال ردا على قصف اسرائيلية سهدف امس نفقا في خانيونس جنوبية قطاع غزة وسط هدوء حذر تم اليوم استئنف عمليات البحث عن المفقودين في نفق انفجرته قوات الاحتلال الاسرائيلية امس شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واسفر عن مقتل سبعة من النشطاء الفلسطينيين واصابة 12 اخرين في الاثناء منعت قوات الاحتلال المزارعين من الاقتراب من السلك الحدودي الفاصل بين الاراضي المحتلة وقطاع غزة رغم تراجعها عن قرار اعلان المستوطنات او ما يعرف بمنطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة عقب تفجير نفق خانيونس من جانبها اكدت وزارة الصحة الفلسطينية استخدام غاز سام لم تتمكن بعد طواقمها الطبية من تحديد نوعه من قبل قوات الاحتلال التي اعلنت انها استخدمت تكنولوجيا جديدة وصفتها بالطفرة التكنولوجية في عالم كشف الانفق وتبني قوات الاحتلال جدارا مضادا للانفق تحت الارض على ابتداد الحدود مع غزة تسعى للانتهاء من تنفيذه بحلول منتصف عام 2019 فيما تتواصل دعواتها الى نزع سلاح حركة حماس التي استخدمت عشرات الانفق في غزة عام 2014 ضد قوات الاحتلال وفي مواجهة نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ وفيما قال مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط ان حماس تستغل كرم العالم لاحماية الارهاب دعا رئيس المكتب التنفيذي للحركة اسماعيل هنية كافة الفصائل الفلسطينية الى المضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية ووقف التنسيق الامني مع قوات الاحتلال كرد على قصف نفق غزة الذي اعتبرته الحركة محاولة اسرائيلية يائسة لتخريب جهود استعادة الوحدة الفلسطينية في اشارة الى اتفاق المصالحة الذي توصلت اليه مع حركة فتحة بوساطة مصرية ازرت المحكمة السورية الاسبانية قررا بتعليق استقلال كتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريدة من جانبه دعا رئيس اقليم كتالونيا المقال كاروس بيكديمونت اليوم من بروكسل الى ابطاء عمليات استقلال الاقليم لتجنب الاضطرابات كما نفى خبر عزمه طلب اللجوء من بلجيكا واكد انه سيحترم نتائج الانتخابات التي دعت اليها مدريدة في ديسمبر المقبلة في اخبار الرياضة كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم نبيل معلول صباح اليوم عن قائمة لاعبين المحترفين بالخارج المدعوين لمواجهة المنتخب الليبية في الجولة الاخيرة من تصفيات مونديال روسيا القائمة ضمت كلنا من يوسف لمسيكني ووهب الخزر وأسامة الحدادي ويوهان تسجار وفاروق بن مصفى كما سجلت عودة صيام بن يوسف وديلان برون وبسام السرارفي ومحمد علي منصر فيما تمت ايضا دعوة ثناء نعيم سليتي وعلي معلول الذين لن يشارك في لقاء ليبيا بسبب الاصابة يذكر ان اللاعبين المحلين يواصلون تربوسهم الاعداد بمدينة تبرقة استعدادا لمباراة الحاسم امام ليبيا في الحادي عشر من نوفمبر المقبل حلت مساء امس عناصر المتخب الوطني تونيسي للكرة طائرة عائدة من العاصمة المصرية القاهرة اثر تتوجي بلقب كأس الامم الافريقية بعد الفوز على المنتخب المصري في المباراة النهائية بثلاثة اشوات نظيفة المنتخب الوطني للكرة الطائرة يستعيد التاج الافريقي بعد سيطرة مصرية على النسخ الست الفارتة العناصر الوطنية تمكنت من الاطاحة بالمنتخب المصري في عقد داره محققة انجازا شكك اغلب المتابعين في قدرة ابناء انتوني جاكوب على تحقيقه ليعود المنتخب مساء امس الى مطار تونس قرتاج مظفرا باللقب الافريقي العباد لكل اللي حاطتنا معناه ماشي لمصر مصر قوية مصر قدام جمهورها مصر معناها كان تارت باش نجيوه ثانين معناه نترشح وشون في الندمان احنا كذبنا معناها للحكاية هذه الكل وكنا عازمين خدمنا سيف كامل خدمنا في معناها في صمت تفريق شبابنا عن اكثر من زوز لاعبين وثلاث لاعبين من سنهم سنهم اقل من عشر سنة معناه المستقبل الكبير للكرة طائرة تونسية وان شاء الله نقولوا هذه البداية ولكن المستقبل الافضل يوم فرحة كبيرة فرحة الرياضة تونسية فرحة كرة طائرة تونسية فرحة للشباب التونسي اللي قاعد يشوف في ابطال قاعدة في تونس وخارج تونس تدافع على الرأية التونسية وترفع في الرأية التونسية عالية المسيرة المثالية للمنتخب الوطني في البطولة الافريقية برصيد خال من الهزائم جعلت لعيبي المنتخب يسيطرون على الجوائز الفردية اذنال اسماعيل معل جائزة افضل لاعب وانهى خالد بن سيمان البطولة كافضل موزع فيما تووج أنور التورغي بجائزة افضل لبيرو ما كنتش نفكر فيه في اخر البطولة ووقفين على التتويج ونشوفه في الليبري كل واحد ياخدوا من الليبري في الليبوست ومعرفت اللي انا مانيش بعيد بش نكون في احسن بوست اللي انا فيه التتويج الكبير والفرحة الكبيرة هي الفوز ببطولة الافريقية اللي كانت غايب علينا عندها مدة طويلة 14 سنة حمد الله يا ربي كل الظروف كانت باهية لنا نحنا كنا نحنا متوجهين في اخر مطاف حمد الله تترى احسر الليبريو عاونك فيه اصحابك وانتي عاونتم في البركور كامل بتاع الشامبينة دافريق ومش اول مرة المنتخب الوطني للكرة الطائرة ينسج على منوال منتخب كرة السلة ويحرز بطولة امم افريقيا في انتظار نجاحات اخرى في باقي الرياضات الجماعية وابرزها بلوغ نيائيات كأس العالم في كرة القدم والتتويج ببطولة افريقيا لكرة اليد نختم بمصرح الاطفال جمهور غفير من الاطفال والاولياء تابع اليوم بقاعة عرض المصرح الوطني لفن العرأس مصرحية الجزاء في اطار تظاهرة العرض الاول في دورتها ثالثة الدورة يتابع خلالها الاطفال مجموعة من العروض المصرحية الجديدة نتبع من هنا تبدأ مغامرة شاب دمث الأخلاق بار بوالدته ومحب للخير للغير مغامرة تحدى خلالها صعوبات اعترضتها ووجد رفاقا سندوه للوصول إلى قلب الأميرة وتلقي الجزاء المناسب على عطائه هي قصة مسرحية جاءت في قالب كوميديا موسيقية عرائسية امتزج فيها الممثل بالدمية العملاقة في اطار ما يسمى بمسرح العائلة يستمتع به الصغار والكبار ويكون بمنحة بيداغوجي جمالي ترفيهي وتوعوي الشاب صدوق متخلق متربي ويعمل في الخير في حياته فالخير اللي عمله القاه في الرحلة متاعه المسرحية تعرض لأول مرة أمام الجمهور في إطار دورة الثالثة للتظاهرة الثقافية العرض الأول لمجموعة من الأعمال المسرحية الموجهة للطفل مشفوعة بنقاش وتقييم جماهيري للعرض ست مسرحية حتى الآخر الأسبوع بدأت من 29 حتى 5 نوفمبر الأعمال المسرحية على التوالي كل يوم عرض الساعة 11 صباحا مشفوعة بنقاش نقاش مع الصغار مع الأولياء مع العمل تقييم العمل قاعة عرض المسرح الوطني لفن العرائس امتلأت بجمهور الأطفال وأوليائهم تفاعلوا مع العرض الذي لقى استحسانهم وفق تعبيرهم شكرت اللي عمل وذين مسرحية لكل عجبتني بارشا والممثلين زاد بيه كيفش تواريك الشيء زيك انت تعمل الشربة شكا هو جير الشيء زيك اللي عمل الخير فرما معاني كبيرة وخاصة المزج بين التمثيل والعرائس معناه حلو برشا وحقيقة صغار عمل وجوه كبير المسرحية بيه على خاطر فيها برشا كسيون وكل شاي بيه عجبتني مسرحية خاطر بلق رتق سكيفة وعجبتني إثاء الممثلين أسبوع من المسرح الموجه للطفل بقاعة عرض المركز الوطني لفن العرائس لتتواصل الفرجة والإفادة لأعمال مسرحية جديدة على غرار مسرحية الحجار واختفاء ومسرحية نعم أستطيع وتختتم الدورة بمسرحية لدينا حلم إلى التذكير بالعناوين أتاكيد على الارتقاب دخل الفلاحة التونسي وتطوير الإنتاجية والمردودية في افتتاح صالون الدولي للفلاحة والصيد البحر الانطلاق بداية من الغد في العمل بخدمة استخراج شهائد الملكية دون التقييد بالمرجع الترابي وبعد الأخفاق في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحزاب تحمل بعضها البعض المسؤولية وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة تونسية تونسيا تي بي بوانتين بقيت متابعة طيبة لبرمجنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة